انا اسمي اميرا يسري عندي 23 سنة طولي 153 سنتي بعني من مشكلة السمنة بقلي حوالي خمس سنين وبخاف جدا من قط العمليات فلحد ما شفت دكتور كريم في التليفزيون ولقيته عمل حالات مشاكلها صعبة جدا واوزانها كبيرة جدا فحبت اعملها فولدتي سبقتني وعملتها وهي اصلا صحتها كانت اسوأ مني بكتير وعندها مشاكل كتيرة جدا فالدوت خلاني اخد قرار ان انا اعملها وما خفتش وروحت اتفقت مع الدكتور وان شاء الله هعمل عملية تكميم قريب جدا وانا مش خايفة ومبسوطة ان انا هعملها ودكتور كريم طميني جدا وبصراحة هو دكتور فوق الممتاز وانا مرتاحة جدا يعني ومش خايفة خالص بسم الله الرحمن الرحيم انا دكتور كريم صابري النهاردة هنوريكم مجموعة عمليات كتيرة منها تكميم مادة منها تحويل مصار منها بالونز منها اصلاح عمليات السمنة السابقة اللي حقيقة طبعا فيه اوزان اللي هي اميرة 95 كيلو على طول 153 سمتي الحزبة معامل كتل الجسم اكتر من 35 وبتالي نشتاكي من مشاكل من السمنة احنا مش لازم يكون وزننا فوق الميتين عشان نبتدي نعمل عملية السمنة لكن لازم ان احنا نعالج السمنة as early as possible بحيث ان احنا نعالج كل المشاكل لان قد تكون فيه مشاكل في الانجاب مشاكل فيه يعني يمكن صعوبة فيه النفس اثناء النوم مشاكل فيه قد تكون اجتماعية من الدرجة الاولى يعني عايزة البيس كويس عايزة حرك كويس عايزة امارس رياضة عايزة يعني امارس حياة الطبيعية زي الانسان الطبيعي يعني عمليات انقاص الوازن قد تعالج مشاكل اجتماعية وقد تعالج مشاكل صحية منها السكر والضغط وارتفاع الكوليسترول ودهون الكبد وفيه مشاكل في المطاصل وصعوبة في الحركة كل دي حاجات بتجرى خلال فتحات صغيرة يعني عملية التكمنية بنعدة هي عملية بتجرى خلال فتحات صغيرة قامت يوم واحد في المستشفى العملية نفسها متاخدش اكتر من ربع ساعة نصف ساعة وبعد العملية ان شاء الله انطمانكم عليها بالسلامة وهنوريكم مجموعة عملات كتيرة النهاردة ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم انا دكتور كريم صابري انا بس هوريكم خلال فترة قصيرة جدا كيفية التحضير لعملية تكمنية المعدة عملية تكمنية المعدة هي عملية سهلة الهدف منها انقاص الوازن بتجرب المنظر خلال فتحات صغيرة وهوريكم دلوقتي الالات اللي احنا بنستخدمها يعني فصل المعدة عن الدهون ويمكن كمان قص الجزء المعدة ويعزلها عن الجزء اللي احنا بنبقيه المسالكات كلها امريكي طبعا احنا بنستخدم دباسات يمكن الحاجات اللي هي في السوق المصري كلها هي دباسات امريكي يا اما كوبيدين او جونسون الدباستين مختلفين عن بعض شوية في التكنولوجي يمكن دباسة جونسون دي الغيرات بتاعتها فيها الوان مختلفة شوية بتستاهلك وده يمكن الدبوس اللي احنا بنستخدمه طوله يمكن ستة سنتي ستة سنتي دول احنا بنركب الدبوس بالطريقة دي وبعد الدباسة ما بتدخل التدبس بتدبس وتقص وانشيل ده كمان ونحط واحد تاني طوله برضو ستة سنتي الى ان تنتهي المعدة خلال يعني ممكن تختلف بقى من خمس ستة غيرات او سبع غيرات في بعض الناس اللي هي معديتهم اكبر شوية الدباسة دي كوبيدين هم مفرقوش عن بعض يعني التكنولوجي بسيط خالص دي برضو بنفس الطريقة هو ده الدبوس بتاعها برضو ستة سنتي بنستخدمه بالطريقة اللي زي دي بنركب الدبوس عادي خالص وبعد برضو ما بيدبس بنطلعه وبنركبه واحد تاني فالدباسة قد تستخدم لمجموعة من الدباس اللي هي بتخلصتينها طول المعدة زي ما هنشوف بعد شوية ده جهاز اللي يجي شور ده اللي هو يعني بيفصل الدهون عن المعدة بطريقة امنة ما يكونش فيها اي نوع من النزيف وما يكونش فيها اي نوع من المشاكل طبعا يعني السمنة لابد فيها من استخدام كل المستهلكات الطبية الحديثة اللي هي يمكن يمكن احسن حاجة ويمكن اكتر حاجة ابديدت في العالم كل العالم كله بيستخدم نفس التكنولوجي اللي احنا بنستخدمه عشان كده ربنا بوفقنا الحمد لله لأعلى النتائج دي طبعا المعدة اللي احنا بنفصلها عن مجموعة الدهون دي دي طبعا الدهون دي بتبقى منتفوتها من عيان لعيان حسب الاوزان ودي طبعا احنا لازم نفصل المعدة عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعدة الى جزئين المعدة الجديدة والمعدة المتبقية او دي قبة المعدة وده جسم المعدة ونهاية المعدة اللي هو الانترام كل ده لازم يتشال بالنسبة لقد تصل الى 80% دي الطريقة اللي احنا بنفصل بيها الدهون باستخدام جهاز اللي جشور وده جهازة ما قلنا نوع متطور من اجهزة الكاي اللي هو بيفصل الدهون عن المعدة زي ما احنا شايفين بجده المستيز مفيش اي نزيف مفيش اي مشاكل الامور يعني يمكن بسيطة باستخدام كل التحنيات الحديثة الخطوة التانية من العملية ان احنا بندخل جهاز البوجي اللي هو بياخد حجم المعدة اللي احنا هنسيبه نحط شاشة ونسيبها لنهاية العملية بعد كده بندخل بقى جهاز البوجي اللي هيتم الفصل المعدة على المقاس بتاعه زي ما احنا شايفين ان هو اخد حجم المعدة عشان نبقى متطمنين دلوقتي تم عازل الجزء هي دبست وعزلت في نفس الوقت ودي التكنولوجي المستخدم فيه اه فريط اللي هي تكميم المعدة احنا زي ما شفنا اللي عملية سهلة جدا في خلال عشر دقائق بتم عملية التكميم احنا فصلنا الدهون زي ما ورناكو عن المعدة بقية المعدة فصلناها عن المعدة التانية اللي احنا هتتبقى وفصلناها باستخدام الدبستات اللي احنا ورناها لكو دبستات الامريكي بتقص وتلحم في نفس الوقت يعني تقص وتدبس ثلاث صفوف على اليمين وتلاث صفوف على الشمال بالطريقة اللي احنا شفناها دي دي المعدة اللي هتتشيل في المنظر ده هنشيلها بنطلعها بتسألونا طبعا احنا بنطلعها ازاي بنطلعها من البرطات اللي هي خلال فتحة الاثنين سمتي بيتم يعني اه تصغير المعدة دي عصراها شوية وبنشفط السؤال اللي فيها وبنحاول نطلعها من نفس البرط الصغير عشان بنعمش فتحات جراحية ما تبقى من المعدة اللي احنا شايفينه دلوقتي بنعمله اختبار تسريب عشان احنا بنخاف من تسريب في كل عمليات الجراحة فاحنا دلوقتي اه بنحاول نحط الدبابيس تحت ضابط يعني بنحاول نعمل المعدة بنخليها عبارة عن بلونة ونشوف احتمالية الدبابيسات ودبابيس دلوقتي واحنا داخل العملية عشان نتفادي زي ما احنا شوفنا كده المعدة دلوقتي عاملة زي عبارة عن بلونة يعني لو في اي مشكلة في الدبابيس بتبان دلوقتي لان احنا حطينا تحت بريشر عالي جدا المعدة زي احنا شايفين احنا اخدنا وزء كبير جدا من جسم اللي هو نهاية المعدة الانترام المعدة زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده مفيش دبوس طالع ودبوس نازل امورنا كويسة خالص الحمد لله ما فيش اي تسريب ما فيش اي نزيف بنطلب من دكتور التخدير كمان ان هو يعالي البرشر يعالي الضغط شوية عشان لو فيه نزيف لقدر الله يبقى داخل العملية ونقوم يعني يعني نوقفه اثناء العملية ما نصرفش العيان للظروف ما بعد العملية زي ما احنا شايفين اميرة خرجت من العمليات الحمد لله بالسلامة بقالها ربع ساعة دلوقتي من العمليات العملية كلها خارت يعني حوالي ربع ساعة نصف ساعة بالاثاقة يعني وهي الحمد لله يعني بقالها فترة قصيرة احنا بعد ساعتين بنتماشى في الطرقة يعني في المستشفى في ست ساعات بنبتري نشرب تاني يوم اقل من 24 ساعة بنبتري نخرج ونراح بالسلامة البيت الحمد لله العملية يعني زي ما قلنا بتعمل بالمنظور خلال فتحات صغيرة اقامة يوم واحد في المستشفى دي التكميم المعدة ويمكن عملات اللي احنا شكناها النهاردة كلها ما بين تكميم وبين تحويل كل العملات كلها في وقت قصير وإحنا عايزين نوصل لكم رسالة ان عملات بسمنا هي عمليات آمنة تماما بتجرى دي المنظور مفيش فتحات خالص في البطن بالفتح الجراحي يعني ويعني النتاج بتاعتها هيلة جدا يعني بعد شوية برضو هنوريفو حاجات تانية في التصوير ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم انا اسم اميرة يسري 23 سنة مية خمسة وخمسين سنتي انا كنت خمسة وتسعين وخست خمستاشر كيلو بقيت تمانين كيلو في خلال شهرين بس من غير نظام غزائي ولا اي حاجة وانا مبسوطة جدا اني مفيش اي ضغوطات من يمة الاكل وباكل كل اللي انا عايزة بكميات قليلة جدا والحمد لله بقت البس احسن وعجبني شكل جسمي اكتر وخست الخمسة شهر كيلو في شهرين بس والحمد لله في نزول واي حاجة بسأل دكتور كريم بيجاوبني هو متابع معي كل حاجة وفي كل وقت بلاقيه يعني موجود ما بتأخرش عني وانا بشكر دكتور كريم جدا وبنصح اي حد عايز يعمل عملية ما يقلقش خالص ويجي عند دكتور كريم ودكتور كويس جدا وفوق الممتاز متشكرة جدا لدكتور كريم مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمنظير احدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار احدث التقنيات الامريكية لجراحات السمنة تحويل مصار المعدة بالمنظار تكميم المعدة بالمنظار تحويل مصار الاثني عشر التحويل مع التكميم كل العمليات تجرى بالمنذار بفتاحات صغيرة دكتور كريم صبري دكتورال جراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير مساء الخير مساء الفل على كل مشاهدين اتغير مع يومنا حلقة جديدة وعندنا فقرتين النهاردة يمكن فقرتنا الاولى هنتكلم فيها عن حاجة مهمة جدا وانتشرت بشكل واسع وكبير عمليات التجميل او جراحات التجميل خلينا نقول جراحات التجميل او بمعنى ابسط عمليات شفط الدهون او تنسيق القوام او نحت القوام كل دي يعني الناس اللي بتطلقبط وبتقول هي شفط الدهون ده غير تنسيق القوام ولا نحت القوام هي كلها مسميات لحاجة واحدة بس وهي شفط الدهون اللي هي بتهدف الى تنسيق القوام العمليات دي انتشرت بشكل كبير جدا وأعتقد أنها أصبحت ليست رفاهية لأنها بالإضافة لأنها بتحسن شكل الجسم هي بتحسن التقدير الذاتي بنسبة كبيرة جدا وبترفع الثقة بالنفس ويمكن في نمازج كتير جدا في الحياة يمكن تكون قريبة منك صاحبك صاحبتك قريبك قريبتك حد من محيط الأسرة ممكن يكون قد لجأ للعمليات دي وغيرت في شكله ونفسيته بشكل كبير جدا آلاف آلاف عشرات الآلاف يمكن ملايين من الناس بتلجأ لعمليات شفط الدهون على مستوى العالم كله مش في مصر بس أصبحت عمليات سهلة وبسيطة ومتطورة بشكل كبير جدا ده اللي هنتكلم عنه النهاردة وهنعرف أكتر عن عمليات شفط الدهون وإيه الجديد في مجال نحت القوام وشفط الدهون وإزاي أي سيدة تقدر أن هي تعيد تنصيق قوامها مرة أخرى معضفنا العزيز اللي أنا سعيدة بلقاءه جدا النهاردة دكتور أيمن أنديل استشاري جراحات التجميل في المركز الطبية أهلا يا دكتور أيمن أهلا وسهلا إزايك عامل إيه؟ الحمد لله تمام يعني أنا عاوز أعرف في البداية وعايزين نوضح لسادة المشاهدين علشان إحنا تكلمنا كتير قوي يا دكتور أيمن بس لسه في ناس تقولك هو فيه فرق بين شفط الدهون ونحت القوام أو تنصيق القوام؟ لا لا هم كلهم زي ما حضرتك قلت في الظبط مسميات هي عملية شفط الدهون نحن نقول شفط الدهون من مكان واحد تمام لكن نحت القوام بيبقى شفط الدهون بس من عدة أماكن تمام يعني مش من مكان واحد يعني بحيث أن احنا نعمل تناسق ما بين الجسم وبعضه بالإضافة أن احنا ممكن نحقن وممكن ما نحقنش الدهون دي تاني إذا نحت القوام هو إعادة توزيع الدهون مرة أخرى لأنه خلينا برضو نتكلم بشكل أبسط فيه ستات كتير قوي مثلا يا دكتور أيمن تلاقي الجزء العلوي عندها زيادة وما فيش وسط وتلاقيها من تحت ما فيش يعني فضية من تحت والمؤخرة ما فيش ودلوقتي الموضة اللي طلعه أنه الجزء اللي فوقه يبقى أقل ويبقى فيه وسط ويبقى فيه الكيرفي اللي الناس بتقول عنه فده بيتعامل من خلال شفط اه من خلال شفط الدهون احنا بنشفط الحتة الزيادة وبناخد الدهون دعيات نحقنها في الحتة اللي نقصة زي البطوك مثلا بس البطوك احنا بنفضل نحنا نشد بيه الجلد بس يعني ما نزودش بيه الحجم زيادة عن اللزوم وإلا وزنه بيزيد فبيحصل فيه تراهر تمام الدراعات بنشفط منها الدهون برضو والأجهزة دلوقتي بيت حريصة جدا جهاز الفيزر طبعا عمل تطور جامد في الموضوع ده والفيزر بنستعمله في الدهون الكتير 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 لكن لما تكون الدهون كميات قليلة فإحنا بنفضل نحنا نستعمل الأسلوب العادي الشفط الكلاسيكي العادي الكلاسيكي العادي دهون الكتير بيبقى معاها تراهل في الجلد كتير تمام الفيزر فايدته إنه بيشد الجلد بعد ما نشيل الدهون إنما لما يكون الدهون قليلة فبيبقى الجلد سهل إنه هو بعد العملية يشد الواحده أصلاً أو يشد براديو فريكوانسي أو بأجهزة تانية ويشد بالسخولة جداً إحنا عايزين تكلم بقى عن تكنيك عملية شفط الدهون دلوقتي في ناس من اللي بتتفرج علينا نفسها نفسها تعمل عملية شفط الدهون بس خايفة الآن عاوزة تعرف معلومات أكتر عاوزة تطمن يمكن أكتر يا دكتور خلينا نقول يعني الزيارة الأولى لأي مريض ليك في المركز بتكون عبارة عن إيه بتتكلم معاه في إيه بتاخد هل بتاخد التاريخ المرض دي لي بتحدد له النوع العملية يعني عايزة أعرف المقابلة الأولى بينك وبين أي مريض جاي عمل شفط الدهون بتكون إزاي طبعاً أنا بسأل المريض أو المريضة إيه الحتة اللي مضيقها يعني مش أنا اللي بفرض عليها الحاجة هي بتبقى جاية أصلاً عارفة الحتة اللي هي مضيقها أو عارف لأنه ممكن برضو الرجالة برضو يكون عندهم نفس المشاكل بسألها طبعاً إذا كانت عملت عمليات قبل كده إذا كانت عندها سكر عندها ضغط عندها بتاخد أدوية معينة عملت رجيم هي أكيد عملت رجيم وأكيد عملت رياضة وأكيد عملت كل حاجة لما كلهم عظمهم بيكونوا عملوا رجيم وبيكونوا فقدوا يعني الثقة في الرجيم ده لأن الرجيم بيخسس حتة ويسيب حتة بنسميح نهارفات يعني دهون غير قبلة لأنها تروح بالريجيم خاص فممكن تخس من وشها ومن حتة كتير إنما في أماكن معينة ما بتخسش خاص زي الأرداف وزي الكتاف أو الظهر كل الحتة دي ممكن ما تخسش بالريجيم فأنت بتقعد مع المريض وبتتناقشه مع بعض هو ما بدأين بيبقى جاية عارف إيه الحياتة اللي مضايقة طبعا أكيد بس أكيد أنت ليك بيبقى ليك التتش بتاعك أو ممكن تلفت انتباهه الأماكن تانية هو ما يكونش واخد باله منها أو تقوله مثلا لو عملنا دي مع دي هتدي نتيجة أفضل ده أكيد طبعا بس هو يعني القرار الأخير بيبقى دايما للمريض يعني أنا بنصحه وبقوله إيه الحاجة المفيدة له وبيكون القرار له هو في الآخر طيب اتفق على العملية أو اتفقتوا على العملية هل بيكون فيه تحضيرات قبل العملية هل هي عملية ممكن تكون سهلة لحد ما أو صعبة يعني اللي أنا عرفه دلوقتي أن هي أصبحت يعني دي جرحات حتى مش يوم واحد هي بتبقى حاجات كده ما فيش فخلينا نعيش في أجواء العملية بقى شوية وندخل قدوة العمليات إزاي بقى بيكون تحضير المريض والوقت اللي بتستغرقه هي المريض بيعمل شاب تحليل كلام بسيطة جدا قبل العملية ولما بتدخل المستشفى بنعمل علامات معينة على الجسم بنحدد الأماكن اللي احنا خلاص قريدي كنا اتفقنا عليها خلاص وبتتبنج أنا بفضل لما يكون عدة أماكن إنها يكون البنج كلي لما يكون منطقة واحدة ممكن يكون بنج موضوعي هوا ممكن عدة أماكن في عملية واحدة يعني مش مستهلة تتخيط مش مستهلة تتخيط أصلا لأنها بتبقى يعني هي بتروح بعد كده أصلا بتروح وتختفي تماما بنش خالص يعني والعملية بتستغرق وقت قد إيه داخل غرفة العملية لأ ما وحسب كمية الدهون اللي احنا هنستعملها وحسب إحنا هنستخدم أي تكنية يعني لو إحنا هنستخدم فيزر الفيزر ده جهاز إضافي مع البيزر العادي على الشفط العادي آه يعني انت بتشفى بالعادي بعدين بتعمل بالفيزر وبعدين بتعمل بالفيزر وبعدين بدخل الفيزر تاني بعد الشفط أشد بيه الجلد فالجهاز الفيزر ده جهاز إضافي يعني هو بنصفط عادي إنما بنضيفها عليه جهاز فيزر ده عبارة عن موجات صوتية عالية جدا بتفتت الدهون خالص وبتخليها سائل أو حاجة زي لأن الدهون إحنا عارفين إنه هي حاجة خربة شوي الحقيقة الدهون جمدة جدا جمدة؟ لا مش زي الناس ما هي متخيلة ده إيه ده معقولة؟ بتبقى تكتلات دهون وفي بينها وبين بعض نسيج ريفي يعني الدهون دي حاجة صعبة بقى على كده طبعا بتبقى مجهودة على الدكتور لكن العيام بيكون العيام مش حاسز بحاجة ومعنين ما فيش أي وجع بعد العملية ولا أي حاجة بتلبس كرسيهات أو روباط للإيد أو روباط للرجل حسب المنطقة اللي احنا عملناها وبتعود بيها شوية ولا في درانق بقى ولا في حاجة يعني موضوع بقى سهل وبسيط جدا جدا وبتعامل يعني مش حاسز أقولك كم يعني يعني عشرات الألاء يعني لأ ده على مستوى العالم كمان مش عندنا عملك المصر دي بقى عملية زي اللويس كده ولا زي يعني حاجة أكثر أكثر من اللويس لا هي طبعا هي العملية رقم اتنين يمكن على مستوى العالم تصنيفا يعني لا أنا أصد في سهولتها أو في بسطتها يعني سهلة جدا عملية بسيطة جدا للعيام هي بتبقى مجهدة شوية للدكتور لما تكون الأماكن كتير لأنها بتحتاج لمجهود عضلي كمان وتركيز وتركيز عشان تشوف المقاييس والسنسيشن بتاع إحساس الدكتور بالجلد لأن احنا بنشتغل في حتة ما احنا شايفينها صح فإيد الدكتور لازم تكون حساسة وعارفة الأماكن العالية من الأماكن الواطية والعلامات الأولانية اللي احنا بنعملها قبل ما ندخل العمليات دي أهم من أي حاجة دي الجايد يعني دي الجايد بتاعي وهي دي بتبقى أساسية في العمليات طيح احنا نروح لتقرير دكتور ايمن ونرجع نكمل كلاما مرة ها تفضل يا فان هحكيلكم حكاية دي ندى بقى لها كتير قوي نفسها تخس وعندها مشكلة في منطقة البطن والأجناب والضغم والمشكلة دي كانت بتخليها تصحى من عز النوم بالليل من كتر ما هي مش عارفة تتنفس حتى وهي خارجة فيه لبس معين بس اللي المفروض تلبسه وطبعا اللبس ده اللي بيلمي الدنيا ويدار الدفوهات زي ما بنقول حتى وهي بتشتري لبس كانت دايما بتجيب مقاسات أكبر من سنها وطبعا أبعد ما في خيالها ان يجي اليوم اللي تلبس فيه الميول اللي بتحبه من كتر ما كانت زهقانة فقدت الأمل وبقت تاكل أكتر من الأول لأنها مش عارفة تخس ولا تعمل ضايف دي ما كانتش بتعرف تحط رجلة على رجلة كانت ما بتحبش تنزل من البيت وده كله بيرجع لسقاتها اللي كانت مهزوزة بنفسها وشبه مش موجودة أصلا وجي يوم كان نقطة تحول في حياتها وهي قاعدة بتتفرج على التلفزيون لقيت المركز الطب الدولي وحلاب بتتكلم عن عملية شفط الدكتور وفعلا راحت المركز الطب الدولي وقابلت الدكتور وأقناعها بالعملية وعملتها وبصراحة ما كانتش مسدقة أنها تشوف جزء من نتيجة العملية بعد 24 ساعة بس بعد عشر أيام نددأت واحدة تانية خالص موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دي مش مصدقة ان بقت تلبس اللبس اللي بتحب مش تي قول لمركز طب الدولي شكرا للمركز الطب الدولي اللي رجع لها سقطها في نفسها مرة تانية لسا مكملين يا دكتور ايمن ويمكن كنا بنتكلم عن سوق توزيع بقى الدهون دلوقتي معظم الستات عاوزة يبقى ليها الكروفات دي تبقى الوسط معرفش ازاي فهل ده سهل ان هو يتعامل يا دكتور يعني في ناس تقولك معقولة معقولة انا ممكن ابقى كده يبقى هي جسمها كله حتة واحدة وتقولك انا معقولة بقى عندي تعرف بعد الخلفة والحمل والعيال اهيال الدريم بتبوس خالص فبتبقى عاوزة نفسها ترجع يعني على القل زي ما كانت تانية لا لا طبعا دي اولا دي بنرجحها طبعا زي ما كانت قبل ما تبقى حامل وتولد وكل حاجة اه انما المهم ان يكون عضلات بطنها اصلا قوية يعني بعد ما تولد لازم تعمل رياضة عشان عضلات بطنها تبقى قوية لان لو انا شفط دهون وعضلات البطن مترهلة حيفضل المنظر برضو مش حلو مش حلو انا لازم تشد بقى شد جراحي إنما الجناب والكتاف والحطتين بتوع الظهر اللي وراء دول دول كلهم بيتشفتوا وممكن نعيد توزيحهم بقى نحطوهم في الهنش نحطوهم في البطوك في الهنش نزوده نشد الجلد بين نزود حجم الهنش والوسط يتعامل بس ده مش لازم شد يا دكتور لازم تكون عضلاتها بعد ما بتولد لازم تكون رجعت عضلاتها سليمة طب واحدة ما رجعتش عضلاتها سليمة وبطنها ما يعلم بها لربنا وفيه تراهلات والعضلة بايزة تعمل ايه؟ مدام العضلات مترهلة يقول لازم تعمل تاميتك لازم لازم شد البط وفي ساعتها بنعمل لها وسط برضو بشد العضلات انت بقى بتدايق بقى العضلات من المصر؟ من الجناب هنا في عضلات في الجناب هنا برضو بندايقهم وبنعمل الوسط ده ده بالاضافة للعضلاتين اللي في الوش دول بنقلب نصهم لجوه وبنشد العضلة وبنقلل الكافيتي بتاع البطن من جوه بحيس انها ما بتعرفش تاكل نفس كميات الاكل اللي كان بتاكلها قبل كذا لان ما فيش سبيس البطن تكبر فيه لا ما فيش اه اه فهي بتخس بعد عملية التاميتك بتخس يطلع 10-15 كيلو اه انا بلاحظ كده ان هما بيخسوا بعد عملية شفت الدول ما هو ما فيش حرارك احنا عاملين لما بنشد العضلات المعدة كانت بتاخد برحة الاول اه وتتميلي كويس انت دوقتي زنقت على الزاني عليها لكن انا كبست عليها كبست على البطن من بره اه من بره غير ما نعمل حاجة من جوه اه بحيس ان البطن المعدة لما بتجي تتميلي ما بتقدرش اه وهي العيانة بتاكل كميات قليلة اه فبالتالي بتخس بعد العملية من 10-15 كيلو كماته اه طيب فيه ناس كتير بعد عمليات شفت الدهون بتقولك هونا لازم اعمل دايت او هو انا اه الناس تانية بقى تقولك انا اكل برحتي بقى طالما عملت عملية شفت دهون يعني فيه ناس بتعمل كده وناس تقول كده ايه الصح فيه لا 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 طبعا بصي حاجة طالما هي راحت عمل شفت دهون الاماكن اللي اتشفت فيها الدهون مش ترجع تاني خلصت انتهت اه خلصت لان احنا شلنا قاللنا عدد الخلايا الدهنية الموجودة في المنطقة دي انما لو هي اكلت كتير وما اهتمتش باكلها وبالنظام الغذائي بتاعها حتتخن من الاماكن اللي احنا ما شفطناهاش اه طيب دي معلومة يعني واحدة شفت في بطنها عملتها تاكل وخلاص بالتحال انت اكيد هتتخني يعني هتتخني مش معقول هتتخن من الجناب هتتخن من ضهرها اه لكن مش هتتخن من بطنها خلاص يعني الحطة اللي احنا شفتناها مش هتتخن منها تاني طيب دي دي معلومة مهمة جدا وبصراحة انا بحترم يا دكتور صراحتك الشديدة إنه يا جماعة أكيد اللي بيأكل هيتخن لازم فدلوقتي انت شوف بطنك بطنك مش هتتخن تاني انتهت بس أكيد هتتخني يعني أكيد ممكن تتخني من أماكن تانية فده احنا مش عاوزينه فاحنا عاوزين عمليات شفت الدهون دي تبقى بداية اللايف ستايل جديد مختلف فقا يعني اللايف ستايل القديم اللي كنا تبقى حافز كده والواحد يشوف نفسه بقى شكله حل ومبسوط بشكله يستقصر حتى على الأقل أنه يبوز اللي هو عمله الشكل الحلو ده أنا بشكرك دكتور أيمن على وجودك معي النهاردة ضيف العزيز دكتور أيمن أنديل هنروح لفاصل بعد الفاصل بشرتك مع ماسي ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرة التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً عشر سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على ستة وخمسين عنصر أهمهم الدهب الخام عيار الثلاثة وعشرين والكافيار والكولاجان والهايلورانيك أساد والسرامايد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير منتج إيطالي الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات من أقوى مرخص من وزارة ماسي دورو جولد ستبدو أقوى مرخص من وزارة صفحة وفرم ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم غايف ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا فانسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب أعتقد أنه الجمال ليه مقاومات كتير قوي والبشرة الجميلة أو الحلوة من أهم مقاومات الجمال يعني ممكن الستة تبقى لابسة حلوة قوي ومتشيكة قوي والدنيا اللطيفة وتبصف وشها تلاقي فيه مشاكل الدنيا والآخرة فكده كل حاجة اتمسحت راحت ما بقاش ليها معنى ولا أي حاجة وممكن تلاقيها لابسة بسيط جدا ست بسيطة جدا جدا يعني مش ما فيش أي حاجة غريبة يعني أو زيادة في لبسها منتها البساطة لكن تبص في وشها تلاقي نور وصفاء وحاجة جميلة جدا تحب أنك تبص الوشها أي ستة في الدنيا تتمنى طبعا أن وشها هيبقى جميل هو الوش ده هو يعني الأساس أي واحدة في الدنيا تتمنى تبص في المراية تبقى مبسوطة على الأقل ما تبقاش متضايقة من نفسها لأنه ده بيديها يعني بيحبطها بشكل كبير جدا والوحدة لما بتبقى متضايقة أو في حاجة في نفسها يعني مدايقاها أو في وشها في وشها خلينا نقول بمعنى أصح مدايقاها يعني بتبقى شايفة الدنيا كلها سودة ومش لطيفة ويا سلام بقى لو واحدة صاحبتها كده ما خدتش بالها وعلقت لها تعليق ولا جوزها قال لها كلمة ولا بتاع الدنيا بتقفل معها خالص فالاهتمام بالبشرة ده مهم مهم جدا أنا في نظري أنه من الأولويات ومن الأساسيات أن لأي ستة لازم تراعيها وتهتم بيها في ستات كتير بتتحجج أن هي ما عندهاش وقت أن هي مشغولة أنا وانا عندي وقت أروح أعمل أتجمل ولا أعمل مش عارفة إيه ولا روح أحقن إحنا في فقرتنا دي ما بنتكلمش عن كده خالص إحنا في فقرتنا دي منتكلم عن ماسي دورو جولد الكريم اللي عنده قدرة على علاج معظم مشاكل البشرة من غير ما تتعبي نفسك ومن غير ما تتحججي ومن غير ما تقولي أنا مش فاضية ومن غير أي حاجة خالص هنتكلم عن ماسي دورو جولد النهاردة وهنعرف إزاي بيشتغل على البشرة وإزاي بيعالج معظم مشاكل البشرة سواء للنساء أو للرجال مع ضيوف الأعزاء اللي معايا النهاردة في فقرتي دي دكتور دينا أبو سعود المدير الطبي لشركات ماسي فارم أهلاً يا دكتور دينا ودكتور حنين الحسيني المدير التطويري لشركات ماسي فارم يا أهلاً يا دكتور حنين ليه ستات كتير بتتحجج وتقولك أنا مش فاضية وإحنا بقى لسه ندور عن تجمل وكده كان عجبكو حلو يعني مش عارفة يعني الواحد بتجمل لنفسه مش لأي حد الواحد يهمه أنه هو يشوف نفسه يشوف نفسه حلو فعلاً يا يومنا أهم حاجة أن الستات تحس أنه وشها حلو وشها حلو هتدي في شغلها هتدي في بيتها هتدي مع جزها مع أولادها هتدي نفسها مع أهلها لكن لو فعلاً صحت من النوم بصت في المراية لقيت أن فيه مشكلة معينة في وشها زي هلات سودة اللي هي أبسط حاجة بتدائق جداً مش هتدي الكواليتي المطلوب منها مع مسي دراجولد حقق نجاح كبير لأن الكريم الوحيد والأمثل والأقوى في عالم التجميل مسي دراجولد الكريم اللي يقدر يعالج ممكن أقول كل علامات التقدم في السن مش معظمها إيه هي علامات التقدم في السن تجعيد يعني ممكن مثلاً واحد يقولك إيه ده هو أنت شكلك كبران شكلك فيه حاجة كبرتي شوية الكبر يعني تجعيد الكبر يعني بقع في البشرة الكبر يعني تهدل مسي دراجولد يقدر يشد الجلد يومنا كثير يقولي فعلاً مسي دراجولد يقدر يشد الجلد نستغنى عن الخيوط نستغنى عن حاجات كثير طبعاً التهدلات البسيطة إحنا مش محتاجين لأي إجراء عمليات جراحية أو خيوط مع التهدلد البسيطة بيشد شدة خفيفة مسي دراجولد يقدر يدي ترطيب عاية سهل إذا أقولك أنه أول ما نستخدمه إحنا بنحس بشدة الجلد ده كتير صح يعني أنا حسيت بشدة الجلد صح وهو يعني مش عاملة كده ولا أن أنا حتى أتحرك يمين ولا شوية ولا وضحك ولا وضحك أنت اليومنا ما عنديكيش مشكلة في البشرة أيو لا أنا بقولك أنا حسيت أنه الجلد عارفة شد أيو يعني عارفة بيلمع صح صح مش الشد اللي هي البيخة اللي هي انتفاعة مقابلة أكيد طبعا مسي دراجولد بيدي ترطيب عاية قوي فأنت كل ما بترطب بشرتك بيبقى الإلستيستي بتاعت الجلد عالية بيبقى فيه مرونة حلوة قوي هتلاقي نفسك عملتي قاية من التجعيد حتى لو ما عنديكيش بتعملي قاية مش معنى أنك أنت حلوة أو أي سيدة حلوة أنا مش محتاجة مسي دلوقتي لما يحصل لي مشكلة لا مسي دراجولد بيستخدم من سنه صغير جدا من 18 سنة عشان تحسني كوالتي بتاعت الجلد وتعملي وقاية من ظهور علامات التقدم في السن مسي دراجولد الـ 6 actions دي من أهم المشاكل اللي أي ست بتعاني منها مسي دراجولد صنع يومنا في 6 سنين أبحاث شركة مسي فارم ما استعجلتش أبدا أنها تنزله في الماركت وما استرخاصتش في مكوناته عملنا أبحاث لمدة 6 سنين دهنية إزاي نقدر ننسبها البشرة الجفة إزاي نقدر ننسبها كل ألوان البشرة فمسي دراجولد فعلا طفرة كبيرة جدا في عالم التجميل ويمكن يا دكتور حنان الـ 6 actions اللي هم الحاجات اللي بيعملها أو الوظيفة اللي بيعملها ماسي مكتوبة على العلبة خلينا نشوفهم وتشرحلنا بقى يعني إيه اللي هو بالانجليزي طبعا هو كل حاجة مكتوبة بالانجليزي قصي هو فعلا في علبة ماسي دراجولد هنلاقي 6 actions اللي هي 6 حاجات اللي بيعالجها ماسي دراجولد كلهم مكتوبين وكمان مكونات ماسي دراجولد الـ 56 مكون كلهم مكتوبين على العبوة فاحنا ماسي دراجولد يا يومنا هو كورس علاجي تجميلي للبشرة ودايما بنأكد على كلمة علاجي إنه مش بس كريم تجميلي للبشرة بيدي نظارة وحيوية لا ده كمان بيعالج عيوب البشرة بيعالج إيه يا يومنا أو 6 actions بيعالج الكلف بيعالج النمش بيعالج الهالات السودة بيعالج التصبغات الجلدية والبقع الدكنة بيعالج مشكلة شحوب الوجه فماسي دور جولد فعلا بيقدر أنه يعالج بالإضافة إلى أنه يجمل البشرة يعني هما دول المكتوبين المكتوبين اللي هما السيكس أكشن خلينا نقراهم أنتي رينكلز اللي هو مضاد للتجعيد أو مضاد العلامات اللي تقدم في السن أنتي ايج مضاد للعجز نفس الخطوط التعبرية اللي بتدي عجز للبشرة ويتنينج يعني تفتيح أو تبييد اللي هو بنقول عليه بيعالج البقع الدكنة أو التصبغات الجلدية مويشرايزينج ترتيب يعني بيقدر أنه يرطب البشرة ولما برطب البشرة بزود مورنط الجلد يبقى بمنع تكوين التجعيد وبأخر علامات التقدم في السن ناريشينج ده اللي احنا بنقول عليه من أول دهنة أو من أول ضغطة بلاحظ نضارة وحيوية للبشرة بلاحظ أن الوش قد إيه منور الفيس ليفتنج اللي هو شد الوش اللي أنت كنت لسه بتقول عليه عليه اللي بنحسه من أول ضغطة ومن أول استخدام اللي هو أنا وش مش مشدود من اللي هو مش عارفة تكلم أو مش عارفة أضحك لو فيه أي حطوط خفيفة خطوط التعبرية تختفي كده بتلاقيها تشدت خفيف بس لما بتتشد خفيف بيبقى وش عادي بقدر عمل تعبير وش عادي أقدر أكشر أقدر أرفع حواجبي يفيه أي مشكلة إذن هو ما بيتعرضش خالص مع فكرة البوتوكس والفيلر دي حاجة ودي حاجة تانية خالص طبعا ماسيد روجولد بالعكس أنا بنصح كل السيدات أو الرجال اللي بيستخدموا حقن فيلر و بوتوكس نستخدم ماسيد روجولد لازم مع الحقن طيب ليه أنا أستخدم لو مثلا سيدة عندها مشكلة تجايد بس أنا ما عنديش غير تجايد وأنا بحقن فيلر و بوتوكس أنا بنصح أنها تستخدم ماسيد روجولد معه لأن ماسيد روجولد الدهب من أهم مكوناته مش موجود في حقن الفيلر والبشرة محتاجية مضادات الأكسادة مش موجودة في حقن الفيلر والبشرة محتاجية الكولوجين الفيلر كل حاجات دي أولا أي حد بيحقن كل ستة أشهر لازم يحقن فدي حاجة كلنا عارفينها دي مش موجودة في ماسي أنه كل ستة أشهر لازم إطلاقا ماسيد روجولد أنت بتلاقي الفيلر و بوتوكس بديك نتيجة لأن كنت بتحطي الملي تحت الجلد مباشرة كل شهر بينقص 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 فبترجعي تحقيني ماسيد روجولد لأ أنت كل يوم بتحطي كمية في كمية في كمية فبيقعد الجلد بتشرب بيتشرب لغاية ما بتخلص الكورس بتاخدي النتيجة كلها بعد ستة شهور من الكورس فبيقعد فترة طويلة كمان هو بيحتوي على مضادة الأكسادة يعني بيعالج التجعيد وبيمنع من ظهور التجعيد تاني بتقعد فترة طويلة يعني يقولي خلاص طب يا دكتورة دينا أنا مش هقدر أجيب مثلا غير عبوة أنا عندي عملة كتير بيكرروا إنت عفا سيكولوجيكلي أدكت يعني لو أنت بتحبي حاجة بتكملي معها في عندنا عملة بقولي لأحنا عايزين ناخد العبوة ومش قادرين مثلا على عبوة تانية أنت بتحفظي بعد ما بتخلصي ماسي نكتنامي كويس تشربي مايا كويس ما تتعرضيش لشمس كتير هتلاقي فترة طويلة جدا وشك زي الفل ومفهوش أي علامات تقدم في السن فعلى طول بقول ماسي دورو جولد لا يتعرض مع حقن الفلل والبوتوكس ولا حتى الخيوط بالعكس لازم نستخدم ماسي دورو جولد مع الحقن والخيوط كمان طيب نروح لتقرير ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجهة لتبدو أصغر شكليا عشر سنوات ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم هذه التجميل يمكنك ترون أن يبدو 10 أجهة ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الدهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونك أساد والسيرامايد المعروفة في قدرتها على إعادة شباب البشرة المعروفة في العملية المستحضرات الكفيتة الاسئلة كافيار والكولاجين والسيرامايد والهيلورونك أساد ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومة دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير منتج إيطال الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات من المرخص من المرخص من المرخص من المرخص من المرخص من حكومة دورو جولد ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطري ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم جايف ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب يمكن دكتورو حنان أنه ماسي يتعرف أنه كريم الدهب تمام عشان هو فيه دهب ويمكن لما بنحطه بنشوف الدهب يعني ده مكون باين وواضح للناس كلها خلينا نتكلم شوية عن المكونات خاصة أنه إحنا اللي بتعودين عليه أنه الكريم يبقى فيه مكون اتنين يعني تلاتة لما يبقى وقسامي كبيرة جدا طبعا ومعروفة وبتعتمد على أنه هي بقى إيه يعني حاجة واحدة بس أنتوا عاملينه فيه 56 حاجة بالظبط فالناس اللي بتستغرب أنه هيعالج كل مشاكل البشرة دي لا دول 56 حاجة ده لو كل حاجة من 56 تركزت على حاجة خلاص إحنا خلصنا كل مشاكل البشرة خلينا نتكلم شوية عن المكونات تمام هو بالنسبة للمكونات يومنا أنا بصراحة ما بحبش كلمة الدهب دي لأنا دايما أقول جزيئات الدهب لأن فيه منتجات كتيرة قوي في الماركتز بتحتوي على الدهب سواء كان مية دهب أو ماسك دهب ده ما بيديش نفس الإفكت أو نفس تأثير ماسي دورو جولد وده اللي بيخلي ماسي دورو جولد مختلف تماما عن أي منتج آخر في الدهب فماسي دورو جولد بيحتوي على جزيئات الدهب أو بنسميها الجول بارتيكلز عيار 23 وهي قدامنا على الشاشة زي ما انت شايفة كده يومنا هي جزيئات اللي هي الكوار دي فدي جزيئات دهب زي البشرة بتنتص الدهب بالظبط عيار 23 فأي حد هيفتح حلبة ماسي دورو جولد هيلاقي السرتيفكت جارانتي أو شهادة الضمان اللي هتضمن لي من المصنع في إيطاليا طبعا اللي هتضمن لي ان ماسي دورو جولد متصنع من جزيئات الدهب عيار 23 طيب الدهب بيعمل ايه؟ الدهب هو بينشط الدورة الدموية اللي هو استيميليت البلاد سيركوليشن بينشط للدورة الدموية في الجلب عشان يحفز انتاج الكولوجين كلنا عارفين الكولوجين قد ايه مقاوم للتجعيد قد ايه بيقدر يعالج الخطوط التعبيرية على ما تتقدم في السن فده اللي بيدي الدهب مصطلح اسمه اكسير الشباب الدائم ده اللي دايما كلنا بنقول عليه ان الدهب فعلا هو بيقدر يعالج التجعيد بيقدر يعالج علامات التقدم في السن والخطوط التعبيرية الدهب مكون رقم واحد في علاج التجعيد كمان الدهب فيه ميزة مهمة جدا انه غني قوي بمضادات الاكسادة مضادات الاكسادة اللي هي اللي بتديني ناريشنج للفيس او بتديني اللي احنا الموجود في السيكس اكشنز اللي هي نظارة وحيوية البشرة فالدهب مهم جدا جدا يومنا فيه مكونات ماسي دورجولد الدهب كمان بيخلي ان انا اول ما بحط ماسي دورجولد على وشي بحس بسخونية خفيفة او حرارة كده خفيفة دي بترجع ليه تنشيط الدورة الدموية عن طريق فعل جزيئات الدهب ده بيقدر انه يسخن لي البشرة عارفة اديكي مثلا زي ايه زي الناس اللي بتلعب رياضة مثلا او بيوصبوا على التمرين الرياضية فيه فترة تسخين في الاول اللي هي الكارديو دي اللي بتحفز العضلات بتاعة الجسم عشان تقدر تستقبل اي مثلا تمرين حديد ويتس بتاع هتستخدمي نفس الحاجة في الدهب الدهب بيسخن البشرة بيخليها تبقى ريدي او مستعدة ان هي يعني خمسة وخمسين مكون الموجودين في ميسي دورجولد يشتغلوا عليها ويقدروا ان هما يدوني الحيوية والنضارة وعلاج جميع عيوب البشرة اللي بنتكلم عليها طيب ده الدهب طب الكافيار طب محنا فيه كافيار ده ده الواحده بتعمل علي قصص بالزبط وفيه فعلا منتجات كتير في الماركت اي مع الكافيار فقط الكافيار مهم جدا جدا يا يومنا الكافيار غني جدا بمضادات الاكسادة غني بالاحمد الامينية امانو اسز غني بالاملاح المعدنية المينيرل سولز الكافيار مستخلص من مية البحر فعايز اقولك انت لما بتعادي قدام البحر شوية بتحسي قدقيه بنظارة وحيوية البشرة فتخيالي الكافيار غني بكل الحاجات اللي قلناها غني بالبوتاسيوم غني بالسيلينيوم كل الحاجات دي بتدي نظرة وحيوية للبشرة بتعالج التجعيد بتقضيلي تماما على أي شحوف في الوجه منتج في 56 حاجة لازم يكون منتج فخم هل في طريقة بقى معينة لاستخدامه وهل في بروتوكول معين لشان هي الناس بتسأل بتسأل ومن حقهم طبعا أنهم يعرفوا إزاي يستخدموه ونتجته هتبن معهم بعد قدي ميسيد روجول طريقة تستخدامه سهلة جدا يا يومنا كريم زي أي كريم بيستخدم صباحا ومساء مكتوب أنه هو بوت إيلنين والمورنين طريقة تستخدامه طبعا هي دي عبوت ميسيد روجول دي على طول بانصح كل اللي بتفرجوا علينا محدش يفتحها من هنا عشان هو معقم كويس جدا هو بالبامب هو بالضغط يا جماعة مش زي الكريمات العادية بتجتفتح بغطاء ولو حصل وتفتح يتقفل على طول عشان ما يتخلوش هوا أو مايكرو أورجانيزم أو بكتيريا احنا بنتغط 3-4 ضغطات على كاف إدينا وبنوضعه على الوش كله زي اللي في اللي فيديو طبعا طبعا دي النتيجة يومنا من أول دهنة بتشوفي نظارة حلوة قوية بتشوفي لمعان في البشرة حيوية عالية جدا بتشوفي حتى جزئيات الدهب موجودة المهم قوي أقول إن المساج يبقى من تحت الفوق عكس الجاذبية الأرضية احنا منقول إنه هو بيشد الجلد فمناخدوش بنتحت بيشد الجلد على فوق لأن كل ما بتتقدمي في سن الوش الجاذبية الأرضية بينزل فمن علامات التقدم إن الوش نزل فأنت مع ماسي بتشديه على فوق إنك إنتي سن في البطاقة بيكبر بس وشك مجدود زي ما هو فهو ده إنك إزاي تقدر يتعجزي هوا في ناس بتنسى أصلا سنها على فكرة في ناس بتنسى والله العظيم سنها اللي في البطاقة صح تقول لك يعني أنا فعلا السن رحم يعني سريع عندي كامسة تقول لك مجرد رحم مش مهم شمهم أنا عندي كامسة المهم إن شكل حلم مهم إن روحي لسه صغيرة المهم إن أنا عايش الحياة ببوساطة شديدة جدا وردي عن نفسي فمش مهم بقى عندي ستين عندي سبعين عندي ثمانين أنت كل يوم والتاني شايف على الصفحات السوشيال ميديا والفيسبوك مش عيرين صور لناس يعني ربنا يديهم الصحة وطولة العمر كلهم ويقول لك دي عندها ستين سنة ودي عندها سبعين سنة ودي عندها ثمانين مالهم هم زي الأمر يا جماعة يعني هم مشايرينها الأساس إن هم يعني إيه بيقولوا لك بصوا جمالهم عاملين إزاي بصوا هم عاملين إزاي الناس دي بتهتمب نفسها جدا جدا هي ما وصلتش للمرحلة اللي هي فيها دي إن هي بقى عندها ستين سنة وبين إن هي عندها تلاتين سنة من فراغ على فكرة ولا هي أكيد هي برضو محظوظة إن هي شكلها صغير بس هي اشتغلت على نفسها وتابت على نفسها اهتمت بنفسها وما فيش عمليات تجميل بتصغر كده في السن هو لازم الواحدة تكون هي من زمان مهتمة ببشرتها ومهتمة بالكريمات اللي بتحطها على بشرتها مهتمة بأكلها مهتمة باللايف ستايل بتاعها علشان توصل في الآخر للمرحلة خلينا نروح لتقرير ونرجع نكمل كلامنا مع السادة المشاهدين ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً عشر سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على على ستة وخمسين عنصر أهمهم الدهب الخام عيار تلاتة وعشرين والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أساد والسيرامايد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومة دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير منتج إيطال الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات من الأولى من المعروفة ماسي دورو جولد ستظهر مستحضرات التجميل صفحة وصفة ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إتلي ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم غايف ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلاديلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب يمكن شفنا في التقرير فروع كتير بالزبط الشركة ماسي فارم وانتشار كبير مش بس في مصر ده معناه أنه أي حد على مستوى العالم يقدر يتواصل معاكو أو يحصل على ماسي أكيد طبعا يا يومنا إحنا عندنا ماسي أنت عارفة أن شركة ماسي فارم عملت ماسي دورو جولد ومتصنع تماما من أول وآخره في إيطاليا from A to Z الـ 56 مكون الكيميائيين اللي صنعوه المصنع هناك في إيطاليا يعني هو منتج إيطالي الصنع بنسبة 100% ماسي دورو جولد موجود في ممكن نطلبه في أي مكان في العالم فيه أرقام بتظهر على الشاشة في جميع أنحاء العالم بتتصلوا به فيه أرقام خاصة بدولة الإمارات الشقيقة وأرقام خاصة في داخل جمهورية مصر العربية فماسي دورو جولد هو منتج عالمي مش مقتصر بس أنه يبقى موجود في مصر كمان لنا فروع كثير جدا يا يومنا عندنا الفرع الرئيسي اللي هو ماسي فارم إتالي ده في إيطاليا فيه عندنا فرع داخل جمهورية مصر العربية مقر القاهرة وفيه عندنا فرعين في دبي ماسي فارم كوزماتيكس وماسي فارم جالف اللي هو موجود في جبل علي المنطقة الحرة وقريبا جدا ماسي فارم في إيطاليا في ولاية فلاديلفيا ده لسه فرع تحت الإنشاء ماسي كمان يا دكتورة ديني خلينا أقول لأستاذ المشاهدين أنه منتج مرخص من أماكن كتير مش من مكان واحد من ثلاث أماكن ومعنى أنه مرخص أنه خضع على اختبارات كتير جدا خضع على فحوصات كتير جدا تجرب على ناس كتير مر بمراحل كتير واختبارات كتيرة جدا علشان تقدروا تطرحوا في الأسواق والناس كلها تستخدموا وما يبقاش لأي ساد إفكت أو أعراض جنبية فخلينا نقول هو مرخص منين بالزبط ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية مرخص من دول الاتحاد الأوروبي لأنه طبعا مصنوع في إيطاليا وكمان مرخص من الإمارات حكومة دبي يعني ماسي دورو جولد آمن جدا ملوش أي أعراض جنبية إطلاقا يستخدم للسيدات يستخدم للرجال يستخدم لجميع أنواع البشرة من غير أي أعراض جنبية يستخدم لجميع الأعمار يبتدأ من 18 سنة من 18 لحد كام؟ لا عندنا عملاء في شركة ماسي لغاية 80 سنة بيستخدمهم ماسي دورو جولد مهتمين جدا شوفوا 80 سنة ومهتمة من هي جديدة كريم وتحطوا علشان تبص في المراتب أم بسوط طبعا أمارات 80 سنة دي لسه في عز شبابها هي 80 سنة دي أصلا يومنا بأينا شكلها مثلا 50 سنة أيوة من كدر اهتمام وبشرتها لا أنا بقولك يعني بصوا يعني 80 سنة يعني هي كبرت فعليا كرقم هي كبرت بس روحها بصوا قد إيه صح جميلة وصغيرة وتدور أنها تشتري كريم وتحلي نفسها وتجمل في نفسها يعني والله العظيم أنا بشوف ناس يعني أقولك إيه صحيا متهلكة لكن بتتمسك بأي أشياء تقدر تخليها مقبلة على الحياة أو تخفف عنها عناء اللي هي فيها اللي هي فيها صح صح يعني أنا مثلا مثلا لما أروح مثلا لقوفير مثلا ألاقي ستة كبيرة قاعدة على كرسي بعجل يعني وقاعدة مهتمة جدا أن هي تعمل ما عرفش إيه ببسط جدا لأنه قد إيه الست دي صحيحة عندها مشكلة أو ربنا أداها مشكلة بس هي ما فقدتش الأمل هي مبسوطة جدا فدي نماذج أنا بقول لكم كده ليه بقول لكم فيه نماذج يا جماعة عندها مشكلة كتير كده ومع ذلك ما فقدتش الأمل وعندها أمل في الحياة وعاوزة تبقى حلو وعاوزة تتجمل لعل دا يديها كده طاقة إيجابية تساعدها على اللي هي فيه أنت بقى قاعدة في البيت ما بتعملش أي حاجة مثلا أو بتشتغلي أو 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 والحمد لله عندك كل سوب للراحة ليه ما تهتميش بنفسك بقى صحيحة وتيجي بعد كده تقولي دا أنا حسة أن أنا عجزت طب ما طبيعي لأنه أنت مش مدين نفسك حق صح 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 ماسيد روجولد يا يومنا طبعا حق على طول بقول هو تفرف علام التجميل ماسيد روجولد ملوش منافس يعني ممكن تلاقي منتجات بالكافيار بينفسه بعض منتجات بالكولوجين بينفسه بعض ماسيد روجولد ليه بقول ملوش كوزماتيك منافس لأن الوحيد اللي فيه 56 مكون بتقدر تستغني عن اللي دي كريم والنايت كريم وصيرها من تحت العين وكريم للرقبة أنا بتكلم في دا عشان السيدات اللي بتقول ما عنديش وقت أنا متجوزة وعندي عيال وبعندي مدارس هو مش حاجة تحطوها يعني هو حاجة واحدة هي بتبقى خلاص على تسرحتها فقط كريم ماسيد روجولد بيغنيها عن كل الكلام دا وهي أكيد عندها خمس دقائم من الأربعة وعشرين ساعة تزبط نفسها فيها أكيد يعني فماسيد روجولد طبعا آمن جدا نكون أمناتكلم برضو عن الترخيص الستات الحوامل ما تهملش في نفسها الستات الحوامل بتبتدي تستخدمه من بعد الشهر التالت بديها حيوية حلوة قوي بديها نظارة حلوة قوي الستات المتجوزين وعندها عيال وعندها بيتها وعندها جوزها والمطبخ والعيال والنادي والمدرسة بقولك خمس دقائق الصبح وخمس دقائق بالليل لو شايف أنه كتير قوي كفاية خمس دقائق تلت دقائق بالليل قبل ما بتنامي بساعة ليه بقول كده كده العيال في المدرس بتنام بدري أصلا يعني ما تتلككوش بينهم بدري ومدرس دخل فعلا يومنا العملاء طيرين يعني أحنا قاعد نتكلم ومنعمل الماركتينج بتاع ماسي بس أكتر وقت بيسعدنا كلنا لما بلاقي النتائج البوزيتيف لي سيدات كتير مبسوطة يعني بتقولي مثلا أنا هاخده يا دكتورة دينا وشهرين كده وكلمك آه بتقولك إيه الأخبار آه قلت له بصي أنا مستنية تليفونك لا أنا مجربة وعارفة هوا معي أنا شخصيا طحفة بس أنا لما صاحباتي بقى بياخدوه برضو بحب أسأل آه طبعا إيه الأخبار بقى يعني عارفة لأنه هما طبعا بيبقوا آه سمعوا عنه مني مثلا أو آه عارفوا صح طبعا فلهو إيه الأخبار يقولوا لي لا 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 إحنا ممبهرين ممبهرين فعارفة لهو الواحد يعني إيه بيبصة إن فيه بقت فيه حاجة موجودة حلوة طبعا طبعا ومش قادر أقولك من أكتر الحاجات اللي بتتاخد كدهات هو مازي مفيش ستة في مصر مفيش ستة في مصر يعني أنا على طول رجال طبعا بقوله هو صالح للرجال وستعدى من الرجال بس الرجال كتير بيكلموني أنا مرات يا دكتورة دينا خوتاني بماسي ده بجد ابعتي لي ماسي أنا هدية عيد ميلادها فبقوله مثلا هو في شرم الشيخ ومراته في طنطة فبقولي لأ ابعتيه لي شرم عشان ما دخلش على البيت من غيره ومش هتدخل فطبعا الحلوة أن ماسي إحنا عندنا منذبين في جميع محافظات مصر وبيوصل في نفس اليوم لو محافظة بعيدة شوية خلال 24 ساعة ده ماكسيمم طبعا الكول سنتر متواجد يومنا 24 ساعة 7 في الأسبوع ما عندناش ساعة أجازة فسهل قوي الحصول على ماسي درو جولد ومرخص من جميع الجهات وحق كل الناس طبعا اللي بتتفرج علينا أنه يعرفوا أن المنتج آمن جدا طب أنتوا ليه مش عاملينه في الماركت يا دكتورة حناني يعني ليه مش عاملينه مثلا أنه ننزل ألاقي موجود كده على الشلف تمام هي شركة ماسي فارم فعلا يومنا حبة أن هي توفر على العملة ما تخليهمش ينزلوا يسألوا فين أقرب مكان نقدر نيجيب منه ماسي لا بالعكس ماسي بيوصلهم لحد باب البيت عايزة أقولك أن ماسي عامل طفرة كبيرة جدا جدا لكل العملة لا إحنا بنحب جدا نتابع معهم بعد ما بياخدوا ماسي بنسألوا عايزة أقولك من أول أسبوع يا يومنا النتائج كلها إيجابية مش عايزة أقولك قد إيه وحاولت أعمل إحصائية كده السن يعني إيه أكتر سن بيحس أن ماسي دور جولد فعلا جاب معا نتيجة لقيت فعلا معرفتش عامل يعني لقيت من سن 18 سنة وانتي طلعة النتائج إيجابية جدا بس أكتر عمر أكتر عمر بيطلبه والله كلهم يا يومنا يعني أكتر عمر بيطلبه التلاتينين بس النتائج الإيجابية مع مين هي فعلا مدية من سن 18 سنة فما فوق من غير أي تفريق يعني فعايزة أقولك جايب نتيجة هيلة جدا من أول ضغطة يا يومنا بنحس بنضارة وحيوية كل التعليقات أن من أول ضغطة بتحس بنضارة وحيوية التجعيد التصبغات الجلدية البقع لدكنة من كل أسبوع بتحسن لحد ما بيخلص الكورس لمدة 6 شهور كل الناس اللي أخذوا ماسي دورو جولد بعد إتمام الشهر السادس ما بيحطوش ميكب ودي شهادة من كل الناس اللي استخدموه وما بيرجعوش يستخدموه تاني وما بيرجعوش يستخدموه تاني ليه بقى؟ لأن أنت ما بتحطيش ميكب لأن الميكب هو عبارة عن زي حاجز أو حاجة بتداري بها عيوب البشرة فلو أنت بشرتك حلوة وما فيهاش أي عيوب وبرفت أنت مش محتاجة تستخدمي أي ميكب وده اللي أنا بقوله أن ماسي دورو جولد هو علاجي تجميلي للبشرة بالنسبة ليه إحنا كنا بنقول في إيه كنا سألتيني على حاجة دلوقتي؟ أنت نستيني يا دكتورة حني خدتيني في الكلام ونستيني إذن هو ما بيحتاجش الواحدة ومتحتاجش لميكب وما بنكراروش تاني وما بنكراروش تاني ليه بقى؟ لأن ماسي دورو جولد زي ما بنقول هو بيزبط صبغة الميلانين للمستوى الطبيعي فلما برجع صبغة الميلانين لمستواها الطبيعي أنا كده بفتحه تماما ده السبب الرئيسي اللي بيخلي من سيكس أكشن موجود فيها الوايتنين وبيعالج شحوب الواق فأنتي زبطت صبغة الميلانين لمستواها الطبيعي ومرها ما بترجع تعلتيني فعشان كده ده اللي بنقوله أن ده السر وراء إن ماسي دورو جولد إزاي نعجز بزكاء وإزاي يخلي شكل البشرة شكليا أصغر عشر سنين يعني هو الفكرة مش أنه لك تجايد بس هو بشغل على التفتيح كمان لأنه في شريحة كبيرة جدا ممكن تقولك أنا ما عنديش تجايد ولا عندي أي حاجة بس عاوزة أفتح أفتح عندي مشكلة الشمس حرقتني بقى خسيت زيادة عن الحد فالخصية بتغمى على فكرة الواحد لما يخص زيادة عن اللزوم تلاقي وشه قل كده وغمى ففكرة التفتيح دي برضو حين ده عايز أقولك أنا كل العمل عايزين تفتحه يعني كله طبعا إحنا طلعنا من فصل السيف كلنا غمئين ماسيد رجول بيقدر يرجحها للونها الطبيعي بالنظارة وحيوية ده سيدات ورجال صح سيدات ورجال سواء الرجل عايز بشرته تفتحه أو السيدة طبعا ماسيد رجول دي الحل الأمثل أولا لعلاج الهالات السودة اللي مش مكتصر على سنة معين على طول منقول الهالات السودة والتجايد ده بعد التلاتين بعد الاربعين أو التجايد والهالات السودة أنا بقيت أشوفهم على بناتهم وعندهم 15 سنة فماسيد رجول بيدي نتيجة هيلة للتفتيح بس مش واحدة مثلا صمرة هتبقى إبيضة بيدي نتيجة التفتيح بتعلونها الأساسي بس بصحة للبشرة بكوالة عالية مش هتحتاج ميكوب كتير قوي بيستخدمهم ماسيد رجول واحدة بتشتعل في شركة أو بتشتعل في واتفر فبتقولي يا دكتورة دينا والله أنا بقيت أنزل الصبح حتى ماسكرة وروج ما بقيتش أحط طبقات الميكوب البانك كيك والفاونديشن والكونسيلر والكلام ده كله فماسيد رجول ده الحل الأمس اللي علاج أي تصابات جلدية نمش انت عفا نمش كمان بيكتر في الصيف قوي بيقدر يعالج النمش علاج نهائي يقدر يعالج التصابات الجلدية الهالات السودة البقع وكلف الحمل يمكن سيدات كتير بتعاني من كلف الحمل بيقدر يعامل ده وكمان ممكن كوزماتيكس معينة لو عملت حساسية في البشرة الحساسية بتحمرها وبتقلب غمقة أحيانا فيه كوزماتيكس تعمل حساسية ماسيد رجول بيقدر يعالج حتى الغمقان لنتيجة حساسية من أي حاجة تانية جميل طيب نروح لتقرير يا جماعة ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا ماسيدورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً عشر سنوات ماسيدورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الدهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجان والهايلورانيك أساد والسيرامايد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة كافيار كولاجين سيرامايد والهايلورونيك أساد ماسيدورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسيدورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة ماسيدورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسيدورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات ماسيدورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير منتج إيطال الصنع ماسيدورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنًاً بعشر سنوات من أقوى مستحضرات ماسيدورو جولد دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب دكتورة حناني يمكن أنتوا اعتمدتوا على تقنية النانو بالظبط وتقنية النانو دي من التقنيات التي انتشرت على مستوى العالم أنها تقنية متطورة جداً في صناعة أي حاجة في منتجات التجميل خلينا نشرح للناس يعني إيه تقنية نانو ويعني إيه لما استخدمتها في ماسي دي إفادة كبيرة أو إضافة كبيرة لمنتج زي ده مظبوط هي تقنية النانو أو النانو تكنولوجي دي يومنا بتعتمد على أننا الـ 56 مكون اللي موجودين في ماسيدورو جولد أنا بطحنهم تماماً يعني إيه يعني بصغر الـ particles أو الجزيئات أوي لدرجة أن أنا أخلي الجلد يبقى سهل عليه امتصاص الـ 56 مكون ده هيفدني في إيه هيفدني في حاجتين أول حاجة أن كل ضغطة من ماسيدورو جولد هيبقى فيها الـ 56 مكون يعني أنا عندي أهم حاجة أن ماسيدورو جولد معمول بـ pump أو atomizer كده إن أنا لو حطيت يعني أهو أنا مثلاً هحط نقطة النقطة اللي أنا حطيتها دي دي نقطة شوفي قد إيه فيها الـ 56 مكون فالـ 56 مكون دول موجودين في كل ضغطة من ضغطات ماسي ده بفضل تقنية النانو تكنولوجي كمان حاجة تانية من كل نقطة فيها كل المكونات فيها الـ 56 مكون فيه ناس تقولك لأ طب ما هو أنتو بتقولوا أن الدهب جزيئات يبقى الجزيئات هتنزل تحت عشان تقيلة هقول لها لأ لأ لأن المنتج معمول بتقنية النانو تكنولوجي اللي خلت جزيئات الدهب تبقى مندمجة مع الـ 55 مكون التانين ويبقى كل ضغطة من ماسيدورو جولد بتحتوي على الـ 56 مكون دي أول حاجة تاني حاجة من تقنية نانو تكنولوجي خلت الجلد يقدر أنه يستجيب بسرعة ويمتص بسرعة الـ 56 مكون من غير ما بيسيب أي أثر دهني على البشرة وده بينفع جدا فيه البشرة الدهنية والبشرة الجفة وكمان البشرة المختلطة طيب فيه ناس كتير تقول طب الكلام اللي بتقولوا ده جميل بس الكلام ده بتاع ناس معينة بتاع شريحة معينة مش بتاع نحن أنا بتكلم عن اللسان الناس اللي ممكن تكون بتشوفنا دلوقتي هل هو ده حقيقي أنه ده إطلاقا يعني ميسي دورو جولد يومنا غطى كل الفئات وكل الكلاسز عندنا عملاء في محافظات وفي مراكز مركز في مركز عندنا سيدات ربات منزل ما بتشتغلش عندنا سيدات عاملات عندنا أعلميين أعلميات عندنا كل الفئات فعلا أنا لما بستقبل تليفونات بنفسي يا دكتورة دينا أنتوا عاملين منتج مش لنا مش للمصريين أنا بقول لك زمان معظم النز بالعكس ميسي دورو جولد موجود وبقت ثقافة العناية بالبشرة موجودة في كل الفئات متعلمين غير متعلمين كل الفئات بقى عندها ثقافة العناية بالبشرة بالعكس ميسي دورو جولد ما أعتقدش أن في محافظة في مصر ما حصلتش على ميسي دورو جولد ولا حتى مرجز هو ما فيش ستة دلوقتي مش عارفة ميسي دورو جولد الحقيقة يعني صح يعني عادت يومين كده في المصيف يعني فلقيت كل الستات ما شاء الله عارفة ميسي دورو جولد يعني ما عرفتش يعني كل ما عود ألاقي حد جاي بيسألني عن ميسي دورو جولد صح فلقيت كله ورجالة كمان على فكرة يعني تلاقي الوحدة قاعدة إيه مثلا الجنب جوزها أخوها أه تلاقي الكلام عايزة تعرف عايزة تستفسر صح ومش عايب أبدا يا يومنا أن أنا أحاول أوصل لجمال الممثلين أو جمال الإعلاميات أو كده بالعكس دي حاجة كويسة أن حاجة تبقى في متناول إيدي أن أنا أجيبها بمكالمة تليفون وتوصلني لحد باب البيت ويشبهني بجمال الممثلات أو جمال الإعلاميات أو أي حاجة فدي حاجة كويسة بالعكس دي حاجة أو أنا دايما بقول أن ما فيش واحدة على طول كل حلقة بقول ما فيش ستة مش حلوة صح كل واحدة تقدر أن هي تبقى أجمل واحدة في الدنيا ومش شرط تكون يبتتمتع بالمقاييس العالمية للجمال على فكرة يعني مش شرط تكون عينيك يعمل أزاي وبقى يعمل أزاي وشعرك خالص أنت ممكن تكون ملامحك بسيطة ورئيئة جدا بس البصة في وشك يعني تطول العمر تطول العمر زي ما بيقولوا هو ده المطلوب بس مش أكتر ولا أقل فماسي مش بتاع ناس معينة ومش بتاع الأعلمين ولا بتاع الفنانين ولا 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 أنا نفسي شفت ناس عادية جدا طبيعية جدا ناس زي أمهاتنا وإخواتنا ناس عاديين زينا ناس عاديين خالص وبيستخدموه مبسوطين وبيكرروا على فكرة وبيكرروا طب ها يمكن أنا سألت السؤال ده هعيده تاني هو لازم يتكرر ولا هو مرة واحدة كفاية هي العبوة كورس كامل بيلا علاج كل علامات التقدم في السين وانسك إنتي خلاص الكورس خلاص وشك اتعالج بس أنت لازم تحفظ يعني أي سيدة بتستخدم ماسي بعد ما بتخلص الكورس لازم تحافظ على النتيجة مش نتعرض للشمس ونحطش واقي شمس نشرب ماي كويس نبقى أبتميستيك للحياة يعني عندنا البوستف انرجي لكن لو مش عايزة تقرره ما فيش مشكلة أنت وشك هيفضل بكواليتي عالية جدا مدى طويل في ناس كتير بتحب تقرره حتى لو المشكلة تعالجت بتقولي لأ أنا المشكلة تعالجت فعايزة حافظة بعتلي تانية دكتورة دين ففي ناس كتير بتقرره لكن الناس اللي مش قادرة تقرره هو قريدي فيه 56 مكون بتحطي دهب وكفيار وكولاجين وسيرامايد وفيلر وبوتوكس لايك أكشن ومليون حاجة في وشك على مدار 6 شهور فلا لو انت مش قادرة تقرره خلاص انت بتاخدي الكورس ده بيبقى بعد 6 شهور أي مشكلة من علامات تقدم في سل تعالجت تمامي أنا بشكركم على وجودكم معي النهاردة ضيفتي العزيزة دكتورة دين أبو سعود ودكتورة حنان الحسيني إحنا حلقتنا خلصت تقدروا تشوف الحلقات كلها على اليوتيوب واللي ملحقناش في الهوى اللي قعدة بتاعتنا بتبقى تمانية صباحا أي حد عنده سؤال أو استفسار يبعته على صفحتي الشخصية اللي هتظهر لحضراتكو على الشاشة دلوقتي أتمنى دايما أن يكون ضيوف وفاقفة على حضراتكو أشوفكو بكرا إن شاء الله وانتوا في أحسن صحة وفي أحسن حال كنت معاكم يومنا طولا السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة